الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وانطلاقا من أني طولب مني خلال الأسبوع الماضي تنوير الرأي العام بنور شريعة الإسلام حول ما يعره بالتعديلات الدستورية والواقع أني قد تناولت ذلك قبل تقديم هذا الطلب إلي من المنظور الشرعي انطلاقا من هذا الطلب الذي قدم إلي خلال الأسبوع الماضي قد يظن جوابا على هذا الطلب أن يقال اليوم إن حملة التعديلات الدستورية قامت على ساق وقدم خلال الأسابيع الماضية واختتمت أمس بذلك المهرجان الذي ألقى فيه رئيس الجمهورية خطابه ذلك المهرجان الذي حضرته جموع برهنت للداخل وللخارج على أن الشعب الموريتاني قائل النعم للتعديلات الدستورية وما بقي بعد اختتام هذه الحملة إلا أن يترجم الشعب قوله نعم إلى واقع عملي في صناديق الاقتراع غدا قد يظن أن هذا كاف في الجواب اليوم عما طلب مني من إنارة الرأي العام حول التعديلات الدستورية وأنا أقول أقول انطلاقا من إسلام وإيمان الشعب الموريتاني من قمته إلى قائدته ومن قائدته إلى قمته أقول إن الأمر وإن كان حُسِم بالنسبة للتعديلات الدستورية فالشعب الموريتاني لا يزال يتطلع إلى الإنارة بنور شريعة الإسلام ليستفاد منها في المستقبل لذلك أقول إن التعديلات الدستورية ونحوها من القضايا السياسية فيها مجال للاجتهاد فيها مجال لاجتهاد السياسيين والاختلاف فيما فيه مجال للاجتهاد جائز بشرط أن لا يرتكب محرم وأن لا يضي عواج الاختلاف فيما فيه مجال للاجتهاد جائز من المجتهدين بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب محرم ولا إلى تضيع واجب لذلك في خطب الماضية ذكرت الجميع في مجال تلك الحملة ذكرتهم بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنور نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأخبرتهم أنه يجب على كل مسلم أن يعمل بمكتضى هذه الآية وما في معناها من الآيات يعني آية اتقوا الله والتنور نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون واجب كل مسلم أن يكون ملاحظاً لها عاملاً بمكتضاها في كل وقت وخصوصاً إذا حمي الوطيس في المنافسات السياسية الدنيوية وجد الجد فيها وأجلب الشيطان واستفز الشيطان بصوته وأجلب بخيله ورجله ولم يرضى بتخلف أحد عن المعركة وزين لكل الطرفين أن يتبنى قائدة بوش من لم يكن معي فهو ضدي ذكرت بهذا في خطبة الماضية وذكرت بالموت وسكراتي وبالقبر وأزماتي وبيوم القيامة وحسراتي ذكرت بذلك لأن الله تعالى في محكم كتابه بين وأوضح أن أي عمل يزاوله المسلم يزاوله العبد سواء أكان ذلك العمل واجباً أم كان مباحاً لا يستغني المسلم في حال مزاولته لذلك العمل أن يذكر بالله تعالى وأن يحذر من الشيطان والله تعالى قد بيَّن ذلك في أكثر من آية فقد قال تعالى مخاطباً عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذبريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هكذا يذكر الله تعالى عباده المؤمنين وهم في أسكى وأعظم عمل ألا وهو قيامهم بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يذكرهم ليحذروا من الشيطان ليحذروا وهم في ذلك العمل النبي من أن يستزلهم الشيطان حتى يتعاطوا ما لا يجوز الشرعاً يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وقال في الآية الأخرى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون في مزاولة الأعمال والاكتساء الله تعالى يأمر عبده أن يكون ذاكراً له أن يكون على صلة به حتى لا يستفزه ويستزله الشيطان وهكذا قال سبحانه وتعالى محذراً عبادة وخصوصاً أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم قال تعالى محذراً لهم من الإعجاب بالإعداد ومن الاعتماد على القوة ذكرهم وبين لهم أن النصر ليس بالقوة المادية فحسر جاء ذلك في قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبري ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين بيّنت هذه الآية من الله تعالى لهذه الأمة أن الركون إلى الماديات أن الإعجاب بالإعداد والإعجاب بالعدد وإحكام الخطة وكون الهدف نبيلاً هذا كله لا يستغني فيه العبد وهو لصدده أن يكون على صلة بالله تعالى وأن يكون ذاكراً لله تعالى وأن يكون على أشد الحذر من الشيطان الرجيم وأن يتفادى ما لا يشرع من الأقوال والأفعال لهذه الآيات كما قلت لكم ذكرتكم في خطبي الماضية وأنتم في ميدان هذه الحملة بقولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغاية فليس ذلك عبثا ليس ذلك عبثا هي سنة سنها الله تعالى لمحكم كتابه أن يذكر المسلم وهو يزاول ما يزاول من العمل واجباً كان وغير واجب أن يذكر بالله وأن يحذر من أن يستزله الشيطان وأن يحمله على ما لا يجهز وما لا يشرع ومن هذه الآيات من خلال هذه الآيات يظهر جلياً أن أعظم تأيير وأعظم دعم يقدمه المسلم لأخيه المسلم وهو يزاول ما يزاول من العمل أن يذكره بالله تعالى وأن يحثه على تقوى الله تعالى لأن الله تعالى يقول إن ينصركم الله ولا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويذبت أقدامكم ويقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فإذن تذكير المسلم لأخيه المسلم وهو يواجه ما يواجه ويزاول ما يزاول من العمل تذكره بالله في ذلك الحال وحثه على تقوى الله تعالى وحمله على أن يكون على صلة بربه من أعظم أنواع الدعم وإنما كان أعظم أنواع الدعم لأن النصر الذي يسعى المسلم للحصول عليه هو ذاك النصر الذي يكون في الدنيا ويكون في الآخرة معا لا النصر الذي يكون في الدنيا دون الآخرة المسلم بحكم إسلام لا يسعى إلا إلى نصر في الدنيا متصل بالنصر في الآخرة أما النصر الدنيوي دون الآخرة فالمسلم يحذر منه ولا يريده ما ذاك إلا أن المسلم يعلم من خلال كتاب الله ومن شريعة الإسلام أن الله تعالى قد يقدم النصر لغير المسلم استدراجاً له حتى تكون عاقبة ذلك النصر وبالاً عليه وبالاً على ذلك المستدرج الذي هو عاص لله غير مسلم قال تعالى من الأجلة على ذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا ما يحذر منه المسلم ويخافه المسلم المسلم إسلامه يملي عليه إن يسعى إلى النصر من الله والعون من الله وله ذلك له أن يسعى إلى ذلك في الدنيا لكن سعيه له في الدنيا يجب أن يكون بطريقة تضمن له بمشيئة الله أن هذا النصر الذي يرجو من الله في الدنيا سيكون له من الله تعالى في الآخرة لا أن يحظى بنصر دنيا وجنها حسب من غير نظره في المآل من غير نظره في الآخرة ذلك لا يهدف إليه المسلم هذا بالإيجاز وبالاختصار تنوير مني للرأي العام في الميادين السياسية في كل ما يقع من منافساتي في السياسة وفي غيرها من المجالات الدنيوية هذه النصوص أذكر نفسي بها وأذكر أخوتي بالله بها وقد وضحت أني إذ أذكر بها وأحث وأحض عليها أني أعتبر أني دائما دائم لمن أذكره بها أعظم الدعم ولا شك أن المسلم يصدق بذلك ويعلم ذلك هذا وإذا كان كما قلنا إذا كانت المنافسة في مجالات السياسية في المجالات السياسية أو غيرها من المجالات التي للاجتهاد فيها مجال إذا اجتهد فيها المشتهدون واختلفوا فمن المعلوم ضرورة أن أولئك المجتهدين سيكون منهم المصيب وسيكون منهم المخطئ وإذا كان الاجتهاد صادقا ممن اجتهد فالمجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر لكن ذلك المجتهد الذي له أجر إذا أخطأ إذا تبين له الخطأ ورجع عن خطائه فكأنه لم يقع منه خطأ أصلا ورحم الله الشيخ العلامة محمد باب بن عبيد الديماني حيث يقول ليس من أخطأ الصواب بمخطين إن يأب لا ولا عليه ملامة إنما المخطئ المسيء الذي إن ظهر الحق لج يحمي كلامه حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطاء وتمهي الملامة فالشأن إذا اجتهد المجتهدون وأصاب البعض وأخطأ البعض أن يرجع ذلك الذي أخطأ إلى الصواب وبالتالي يكون كأنه لم يخطئ كأنه لم يخطئ هذا عام في جميع المجالات في التشريع الإسلامي وفي غيره فالشأن أنه إذا أخطأ المجتهي يرجع عن الخطأ إذا تبين هذا ما أردت أن أذكركم به وأذكر به نفسي هذا ما أردت أن أنير به الرأي العام ليكون على بصيره فيما إذا نزلت نازلة من هذه النوازل السياسية وما إليها جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإني إذ أنير الرأي العام بنور شريعة الإسلام إذا طلب مني ذلك أو رأيت أن ذلك مطلب وأنه ينبغي إذا أقدم على ذلك التنوير حول بعض القضايا السياسية فلا يعني ذلك أني على غير موقفي من السياسة المعروف أنا موقفي من السياسة وخصوصا ما يدور بين السياسيين من السجالات دائما أكرره وأردده ألا وهو ما يمثله قول الشيخ المختار بن حامي رحمه الله تعالى خل السياسة إلى جانبي ألقي لها الحبل على الغالب لا تكو مغلوبا ولا غالبا كن ثالث المغلوب والغالب أنا في مياد السياسة ثالث المغلوب والغالب هذا موقفي الثابت منها وموقفي منها هكذا أنا على قناعة به لأن ذلك التعاطية السياسية وتلك المساجلات أنا لا أريد أن أدخل في مجالها لأنه من البديهي أن المتعاطين لا يسلمون في مجالاتها من مزايدات وربما من ارتكاب بعض المحرمات عفى الله عني وعني الجميع الخطأ لا يسلم منه أحد فأنا أقول لا تكو مغلوبا ولا غالبا كن ثالث المغلوب والغالب وأقول إن السلامة من السلمى وجارتها ألا تمر بواد حول وادها هذا موقفي منها الثابت وإذا كان هذا موقفي منها فالذي يريد مني أن أكون معه في سجالاته السياسية في مهرجان أو في غيره ألن يريد مني ذلك يناديه لسان حالي قائلا قول الشاعر الحكيم القديم الآن حين بيض مسربتي وأضلت من نابي على جذني وحلبت هذا الدهر أشطره وأتيت ماءتي على علمي يرجو المناوع أن أواكبه هذا تخجل الصاحب الحلمي يناديه بهذه الأبيات ويناديه بقول أحد أئمة التابعي رضي الله عنهم في أبيات الله أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني فما أنا والخصومة وهي الشيء يصره بالشمال وباليمين وقد سنت لنا سنن صحاح تلوح بكل فج أو وجين تجنبنا غوائل كل أمر به الشيطان يعبث بالقرين أتمثل لمن يريد مني أن أكون معه في السجالات في مهرجان أو في غيره كما قلت بقول القائل الآن حين بيض مسربتي المسربة الشعر من الصدر إلى البطن وهذا كناية عن الطعن في السن ولا شك أن من بلغ الستين ودخل في العشر بعدها أنه قد أسن الآن حين بيض مسربتي وعضدت من نابي على جذمي وحلبت هذا الدهر أشتره وأتيت ما آتي على علمي يرجو المناوئ أن أواكبه هذا تخيل صاحب الحلم ثم أقول قول صاحب التابعي الإمام أأقعد بعد ما رشفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني وما من أحد إلا هو الموت أقرب إليه من الحياة لأنه ما من دقيقة تمر إلا وهو يدل من الموت ويبتعد عن الحياة ولقد صدق القائل لا تأمن الدنيا وإن سالمت فإنها خوانة غادرة وقل لمن يمشي على غيه ما أقرب الدنيا من الآخرة فإذا قول الشيخ وكان الموت أقرب ما يليني واقع موقعه أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني فما أنا والخصومة وهي شيء يصره بالشمال وباليمين وقد سنة لنا سنة ننصحاح تلوح بكل فج أو وجين تجنبنا غوائل كل أمر به الشيطان يعبث بالقرين هذا موقفي وقد قلت سابقا إني لا أعرض ولا أعيب على السياسيين فيما يخوضون فيه بل كل رأيه ولكل مجاله إلا أني إذا حصل انتهاك لحرمة من حرمات الله أو حصل ما فيه إزعاج أو فيه إخلال بالأمن والاستقراء فحين ذاك أنا لا هوادة عندي في التعرض لذلك والتنديد به أما ما عدا ذلك فالسياسيون وشأنهم هذا مما يجب أن يعلم كما أني أيضا إلى جانب هذا إذا حصل عدم ارتياح وعدم رضاً وترجم عدم الارتياح والرضا إلى ما يترجم إليه حينما يذكر على وجه التقدير والتذمين بعض الإنجازات لرئيس الدولة لمن هو حاكم لمن هو رئيس إذا حصل ذلك النوع من عدم الارتياح وعدم الرضا وهذا يحصل عندما يذكر بعض الإنجازات الإصلاحية لرئيس الدولة فأنا حين ذلك أيضاً أقول ما علي من ذلك ما علي من عدم الارتياح وعدم الرضا لأن من هو رئيس تشمله النصيحة التي يشمله عموم النصيحة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة فذكر بعض الإنجازات الإصلاحية تأييداً له وذكراً له بخير وتشجيعاً وشد أزر له في مجال فعل الخير ما طلب الشرعي رضيه من رضيه وكرهه من كرهه أنا لا أبالي بذلك لذلك أقول رئيس الجمهورية من إنجازاته استتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد ولا مكابرة في هذا فنحن ما زلنا نذكر أيام أخذ زمام الأمر في هذا البلد وما يجري حين ذاك من عدم أمن واستقرار هذا شيء لا مكابرة فيه وقد قلت لكم وقلت أمامه إني لا أقولها مجاملة له ولا تزلفاً له إنما أخبر بالواقع الذي لا مكابرة فيه من إنجازاته استتباب الأمن والاستقرار لا مكابرة في هذا من إنجازاته كما ترون جميع المضي قدماً في مجال التنمية تنمية هذا البلد هذا أيضاً واضح من إنجازاته أيضاً أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية لها حضورها اليوم المشرف في المحافل الدولية وهذا أيضاً لا يمكن أن يكابرة فيه من مجالات من إنجازاته أيضاً الإسلامية ما أنتم تشاهدونه وترونه في أكثر من مجال على أننا تلك الإنجازات الإسلامية العديدة نتطلع ونطالب أن يوفقه الله تعالى أن يضم إلى لائحتها أن يبعد عن المد الشيعي الرافضي الفارسي نرجو من الله أن يوفقه لذلك الإنجاز الإسلام العوي فوجود المد الشيعي الرافضي في بلدنا خطر داهي ولا مكابرة في ذلك لكننا نطالبه به وكونه لم يتنجز ولم يقع لا يجعلنا نتنكر له ولا يجعلنا لا نعتله له بإنجازاته إنما نطالبه ونسأل الله أن يوفقه لهذا العمل النبي الذي هو إبعاد هذا الداء العضار هذا الداء الفتاك الذي هو وجود الفكر الشيعي الصفوي في بلدنا الذي ما دخل بلداً إلا وأفسده نرجو من الله أن يوفقه إلى أن يُبعده عنه ونطالبه بذلك ونقف عند ذلك الحد كذلك نضم إلى ذلك أننا نسأل الله أن يوفقه إلى إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنك فإنشاؤها أهم كما قد قلنا من مجلس الإفتاء قد قلنا ذلك وبيَّننا وجه ولا يعني ذلك أن مجلس الإفتاء غير مهم لأن الإفتاء من المؤهل له علماً وعملاً مطلب شرعي أصيل والله تعالى قد تبنى منصب الإفتاء وكفاهاب للإفتاء شرفاً يسفتونك قل الله افتيكم في الكلالة وقد أخذ الله العهد على نبيه أن يفتي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل العلم من بعدها أن يفتوا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فبيان ما أشكل من دين الله تعالى هو الفتوى هو الإفتاء وقال في الآية الأخرى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيَّنناه للناس في الكتاء أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فإذن الإفتاء من المؤهل له علماً وعملاً فرض وشرع ومطلب ماضي أصيل لا يعنيه أبداً قول نعم من أحد ولا قول لا من أحد الإفتاء سواء كان من فرض أو من جماعة هذا مطلب وهذه الشرع شرعه الله تعالى ولا إلا قتله بقول نعم ولا بقول لا من فرض ولا من جماعة لذلك نحن نقول إذ نقول إننا نورطالب بإنشاء هاتب للإفتاء نقول إنها أولاء بالإنشاء والترسيم من الإفتاء لأن المفتين في بلدنا ولله الحمد كثيرون والمستفتون من هذا الشعب لا يكادون يحصن فما من مفتين من فقهن اليوم هاتبه يمر وتمر عليه خمس دقائق إلا ومتصل من يستفتي عن حكم من أحكام الله بينما أولئك المتعاطون المتعاطين للمنكرات من مخدرات ومن مسكرات ومن فواحش ومن سرقة وما إلى ذلك هيهات هيهات أن يذهبوا إلى مرشي أو إلى موجه ليأمرهم بالمعروه وينهاموا عن المنكر فلابد لهم من هيئة رسمية مشجود من أزرها من طرف الحكومة لتلاحقهم حتى تردهم عماهم فيه من الفساد وحتى تبعد خطرهم عن المسلمين هذا هو وش كون هيئة المعروه هيئة الأمر من العروه وينهاموا عن المكر أهم من الإفتاء أما الإفتاء وأهميته باقية قائمة لا يعنيها شيء من كونها ليست مهمة ولا كذا لا هي مهمة لكن هيئة إنشاء وهيئة الإفتاء أهم منها إنشاء وهيئة الأمر من العروه وينهام المكر أهم منها لذلك لهذه الإصلاحات وهذه الإنجازات نقول نعم لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في كل ما يقوم به من درء المفاسد وجلب المصالح ومن تحقيق العدد الذي هو يعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلة وفق تعاليم الشريعة الإسلام نعم له على ذلك نعم له على ذلك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت واطنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم حبب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموتراحة لنا من كل شر اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلحنا وأصلح حولات أمورنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاءتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافه عن المنكر اللهم أعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ووهي كيد الكافرين ودمر أعداء الدين اللهم كل المظلومين المطهدين المقتلين المشردين من المسلمين إلى ما كانوا اللهم كلهم في بلسطين اللهم كلهم في القدس اللهم كلهم في القدس اللهم واحمي المسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم واحمه من الصهائنة الغاصبين الظالمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم طهر منهم حرمك الشريف يا الله يا أرحم الراحمين اللهم طهرهم وأخطهر منهم ثالث الحرمين اللهم أخلصه من أيديهم واجعله في أجدي أهلي السنة إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أحفظ بلاد الحرمين الشريفين اللهم أحفظ بلاد الحرمين الشريفين اللهم أحفظ بلاد الحرمين الشريفين وأهل الحرمين الشريفين اللهم أحفظ الإسلام والمسلمين أينما كانوا اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وفقهم للتفاهم فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم وآمنا في أوطاننا اللهم وآمنا في أوطاننا اللهم اشعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزة أمن واستقراء فاشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره واجعل دائرة السوء عليه اللهم وأحكظنا من بين أجدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أسقنا الغيثة ولا تشعلنا من القانطين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أسقنا الغيثة ولا تشعلنا من القانطين اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحب بلدك الميت اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا محق ولا غرق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين